قالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قتلت 72 عنصرا من حزب العمال الكردستاني خلال أسبوع في العراق وسوريا كما أوضحت في بيان أن القوات التركية تتواجد في سوريا بهدف تحييد الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تستهدف أراضيها ومنع إقامة موصفه البيان بممر إرهابي شمال سوريا وفي إشارة إلى التطبيع مع سوريا قال البيان إن نية الرئيس التركي رجب طيب أردغان واضحة حول موضوع الحوار مع دمشق ونقش هذا الموضوع على الجانب التركي والجانب السوري من إسطنبول المحلل السياسي التركي لأستاذ مصطفى أزدان وستاذ مصطفى أهلا بيك ومن دمشق الكاتب المحلل السياسي لأستاذ غسان يوسف أستاذ غسان أهلا بيك أبدأ مع الأستاذ غسان أستاذ غسان هل هذا الكلام مقنع بالنسبة للنظام السوري أن القوات التركية الموجودة في سوريا بهدف تحييد الهجمات ومنع ممر إرهابي شمال سوريا صحيح الرئيس بشار الأسد من أيام قليلة تحدث على أنه عنده شروط واضحة وانسحاب الأتراك من الأراضي السورية واضح أنه رد وزارة الدفاع هو رد مباشر على ما قاله الرئيس بشار الأسد أستاذ محمود طبعا لو كان هناك اتفاق بين الدولتين لما قالت وزارة الدفاع التركية بأنها تريد مثلا تحييد الهجمات أو تريد منع إقامة ممر كردي أو غير ذلك ولذلك إذا لاحظت الرئيس بشار الأسد عندما تكلم قال طيب لم يقل لنا أخوتنا الأقراد لماذا مثلا انقلبت الأوضاع بيننا وبينهم بعد 2011 وهنا يعني يحمل تركيا ما وصلت إليه الأوضاع في الجانب السوري ولذلك اليوم يعني إذا كانت تركيا فعلا تريد تحييد الإرهابين وهو يقصد حزب العمال الكردستاني لا يقصد داعش ولا يقصد النصر ولا يقصد أي فصيل آخر هذا من جهة إذا كانت أيضا لا تريد أن تقيم ممر كردي وهذا ربما من حقها ولكن أيضا من حق الدولة السورية أن تكون على اتفاق وأن تلتزم حكومة العدالة والتنمية باتفاقها ولذلك لم يكن هناك مشكلة بين البلدين قبل 2011 قبل أن تتدخل تركيا في سوريا اليوم ما المطلوب من تركيا تركيا دائما يعني لا تتحدث مثلا عن الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة لا تتحدث عن تفكيك جبط النصرة لا تتحدث عن ترحيل المقاتلين الأجانب لا تتحدث عن بسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها ولذلك أنا أعتقد إذا ظل الأتراك يتحدثون في هذه اللهجة سنعود إلى الوراء وهذا ما قاله الرئيس الأسد أيضا قال إذا لم يكن هناك يعني أسس متينة للاتفاق أو للحوار فسنعود إلى الوراء وسيكون هذا أصعب وأنا أعتقد فعلا ربما إذا لم يتفهم الجانب التركي متطلبات الجانب السوري سنرجع إلى الوراء أستاذ مصطفى أسجان هل يتفهم الجانب التركي طلبات الرئيس بشار الأسد أو الطلبات التي قررها الأستاذ غسان يوسف انسحاب كل القوات التركية من الأراضي السورية تفكيك جبهة النصرة ووقف دعم داعش وغيرها من الجماعات الأخرى ترحيل كل المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا على الأقل ثلاث شروط هل ممكن يلقوا صدى أو تجاوب من الأتراك؟ طبعا في مرحلة مواهدة لا يمكن تطبيق هذه الأسس أو هذه الطلبات من جانب النظام السورية أصلا هناك طلبات من تركيا أيضا تيمين ودودها وأيضا من إرهابستان يطلق على طبعا مشروع هزب الأممال كلستان أو طوابئها في سوريا إذن هناك حواجس أمنية مشروعة بالنسبة لتركيا ولا بد من تطمين تركيا في هذا المجال وتركيا اقترحت على النظام السوري الجلوس على طاولة واحدة للمفاوضات إذن يستطيع النظام السوري اختبال تركيا طبعا ليس في الوقت المنظور يمكن حل كل المشاكل ولكن على مراحل يتم التجاوز على المشاكل المتبادلة بين الجانبين لأن أولا كما تحدثت ضيفكم من دمشق أن تركيا تضم جيش السوري هور وما إلى ذلك ولكن كان النظام السوري يستعمل ورقة الإرهاب لتبني أوي وعبد الله وجلان ظايم هزب الأممال كلستان وتبقى في سوريا وفي لبنان سنوات عديدة إذن نحن نعرف جمازية الأول كما يقال بالنسبة للنظام السوري يعني أول وآخر لذلك لابد من التباحث هذه القضايا بين الطرفين وإملاء شروط مسبقة على تركيا غير مكبول طبعا لتركيا أيضا كما ذكرت حواجس ليس فقط بما يخص سوريا ولكن بما يخص الأوراك كذلك تركيا مع استقرار سوريا وطبعا إزالة منظمات إرهابية من أي فصيل خاصة طبعا هزب الأممال الكرستاني وتركيا لماذا عليها عن تنصيب قبل انسحاب على ولاية المتحدة الأمريكية الدائمة لوحداتي مع الشعب وما إلى ذلك أو سوريا أو روسيا أو إيران تستطيع انتظار تركيا إلى حد ما أستاذ غسام يعني واضح أن الموضوع معقد أول شيء الأتراكي يطرحه سؤال أنا أيضا أناقش معك الأفكار لست مسؤولا سياسيا وأنا صحفي في الأول بطرح أسئلات وبالتالي هنا نقطة معينة تتعلق بمسألة والله الأتراك قلقين بمعنى من قال إن إذا انسحب الأتراك من المنطقة الحدودية النظام السوري قادر على أن يفرد سيطرة عليها وبالتالي الفراغ لا يترك فارغا وإنما هناك من يملأه وغالبا ما يملأه من يخاف منهم الأتراك أول شيء شيء آخر سيقولون للرئيس بشار الأسد لماذا تطالبنا بالانسحاب الروس موجودين والأمريكان موجودين والإيرانيين موجودين فإذا أنت تطالب بانسحاب الأتراك خلي البقية تنسحب فهذه برضو قد يكون عقبة كبيرة جدا في هذه المسألة الشيء الآخر المهم جدا وهو مسألة الترب ما نقبل نجلس على ثاولة ثم كل واحد يطرح الرؤية اللي عنده يمكن نصل إلى حل بدل ما كل واحد يرفض الطرف الآخر دون أن يتم اللقاء أستاذ محمود أنت قلت لي ستسألوني كصحفي وأنا أستأجيك بك أيضا كصحفي وكخبير في الشؤون التركية كصحفي مستقل أقول لك يعني بالنسبة لعبد الله أجلان الذي ذكره الضيف منذ عام 1998 انتهت هذه القضية وكانت هناك انتهت هذه القضية عام 1998 والتزمت سوريا التزاما كاملا وهذا أيضا قاله الرئيس بشار الأسد في حديثه يستذكر قال نحن التزمنا منذ 25 سنة هذا من جهة من جهة أخرى أنا أعتقد لا يمكن أن يكون لتركيا هواجس بأن الجيش السوري لا يستطيع فرد وبسط سيطرته في حال مثلا تم تفكيك جبهة النصرة والمجموعات الغهبية الأخرى التي تسمى بالجيش الوطني ورحل المقاتلون الأجانب تستطيع الدولة السورية هناك عامل آخر صحيح هناك العامل الأمريكي أما بالنسبة لأمريكا هي دولة محتلة وعندما حاول ترامب أن ينسحب يعني نصحوا صقور الإدارة الأمريكية بعدم الانسحاب وقال لهم ماذا تريدون هل تريدون نفط I keep the oil يعني أنا سأحتفظ بالنفط وهذه موجودة بالصوت والصورة وهذه وقاحة يعني لم نعهدها من أي رئيس أمريكي سابق بأن يقول بأن الهدف كان هو نهب سروات البلد الموضوع اللي حضرتك ترحته ليست ضائف روسيا وإيران يا أستاذ محمود يعني هل يمكن لنا أن نتدخل مثلا بالاتفاقيات التي توقعها تركيا مع أي دولة كانت سواء روسيا أو الولايات المتحدة أو قاعدة إنجرليك أو مثلا سحاب تركيا من حلب شمال الأطلسي أعتقد أن هذه تعود إلى سيادة الدولة يعني سوريا هي التي مثلا علاقاتها جيدة مع إيران وروسيا منذ 40 سنة مع إيران ومنذ 70 سنة أو 80 سنة مع الاتحاد السوفيتي وفي نهاية روسيا ولذلك هناك علاقات بين الدول لا يمكن تدخل بها يعني روسيا لم تأتي كاحتلال كتركيا ولا تجوز المقارنة أستاذ محمود أبدا تركيا دخلت محتلة أما روسيا فأتت لمساعدة سوريا لمحاربة داعش وجملة النصرى والمجموعات الارهابية الأخرى أيضا إيران ولذلك أنا أقول لك التحالف الدولي عندما جاء قال أنه يريد أن يحارب داعش اليوم ماذا يفعل التحالف الدولي يعني يتصور التحالف الدولي أقام جهاز لمكافحة الأرهاب والجهاز المهام السرية في سوريا يعني هو يقوم بالاغتيالات فيه داخل سوريا سواء الأماكن التي تحتلها تركيا التي تحتلها الولايات المتحدة التي تسيطر عليها الدولة وأصبح بنا جيشا يسمى جيش سوريا الحرة وتاعش تتمدد من هذه المنطقة يعني منطقة التنفس ولذلك أنا أقول لك يعني هناك احتلال موصوف للولايات المتحدة وهناك احتلال للتركيا ولكن تركيا تختلف عن الولايات المتحدة بشيء أستاذ محمود لنكون منصفين تركيا هي على الحدود وتملك أكبر حدود مع سوريا 920 كيلو متر وهذا ربما يؤدي إلى أن يتفاهم البلدان وأن يكون هناك اتفاقية أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي أتت من وراء البحار لتقيم هذه القاعدة ولتسيطر على المنطقة وعادتها على المسلس الأردني سوري العراق طيب أستاذ مصطفى أسجان إذن أستاذ غسان أجابك ويعني مسألة الخوف من أن المنطقة الحدودية إذا انسحب الأتراك يمكن أن يملأها أعداء الأتراك هذه الدولة قادرة أن تفرض سيطرتها على هذه المنطقة خصوصا إذا ساعد الأتراك في حل هذه الجماعات المتطرفة داعش والنصرة وغيرها الموجودين في المناطق الحدودية يعني وصلنا إلى جواب يريح الأتراك وحتى قساد في المناطق التي تسيطر عليها الدولة تذكيرا فقط هل قطعت النظام السوري هل قطعت النظام السوري علاقاتها مع هزب الأمار الكردستان لا بل كما ذكرنا هناك الزيل لهزب الأمار الكردستان في سوريا وهذا تهماعي الشعب لا فيه توافق بين النظام السوري وبين الأتراك وبين الأتراك على الأقراط في داخل السوري لحظة 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 تم التوزيع الأدوار بين النظام السوري وبين هذه المجموعة أدت إلى تفاكم المشاكل في تركيا خاصة أدت إلى اشتباقات بين عناصر هزب الأمار الكردستان لحظة الأمار الكردستان للجميع لذلك أنا أرى لابد مزاكرة مفاوضة هذه الأمور وإلا طلبات من النظام السوري لتركيا إنساء فورا عن أراضي سوريا هذه لا تقبلها لا تركيا ولا أي دولة في العالم شكرا سيد مصطفى فضل سرسان بس في عجالة بالنسبة لسوريا أنا قلت لك ابتزمت حتى 2011 في 2011 تركيا تدخلت في الأزمة السورية استقبلت الضباط المنشقين أدخلت مجموعات رهابية انضمت إلى ما يسمى ورفة الموق وبدأت بتسليح هذه المجموعات ربما سوريا تعاونت مع أبناء بلدها الذين هم أكراد سوريون يعيشون في تلك المناطق ولكنها لم تأتي بالإرهابين من خارج الحدود كما فعلت تركيا بشكورك سيد رسان يوسف من دمشق سيد مصطفى عزجان من إسطنبول شكرا جزيلا